أنا السبب في هدم الثقة لإبني فكيف أعيد الثقة بنفسه؟ شوفوا دائما عندنا قاعدة إذا إحنا أخطأنا في تربية أبناء أننا نعتذر أنا ذاك اليوم واحد من الآباء يقول لي كنت أنا في السيارة أسوق واحد من العيال في الخلف وكانوا شي أعطيني يعني ثاني من العيال عفاريت ويتضاربوني يتكلمون وكذا يقول أنا فقدت عصابي كان أشتم ولدي قلت لحا ميم ألف را شتمت يقول على الطول كان أتذكر الكلمة اللي أنت قلتها إذا أنتوا غلطتوا اعتذروا يقول فلتفت عليهم مرة ثالية كان أقول لهم بابا ترى أنا أخطأت في حقكم آسف إني أنا شتمتكم والمفوضة أنا ما أشتم فيسولف لي هذا الأب قلت لأشوف كونك أخطأت واعتذرت أنت الحين قاعد تربي عيالك على أنه لو أهم أخطأوا يعتذرون وبنفس الوقت أنت ربيتهم على أنك أنت منقاصد أنك تشتم لكن هي فلتت منك والأصل فيك أنك ما تشتم فإذن الأخت اللي تقول أنا سبب في هدم الثقة لابني فكيف أعيد الثقة بنفسه أنا أقول مثل ما كنت سبب في هدمها اشتغلي على بناء الثقة أول خطوة الاعتذار اعتدري منه وتأسفي منه من ولدك حتى لو كان صغير بعدين أبدأ إعاد بناء الثقة إذا دخلت على قناتنا على اليوتيوب دكتور جاسم تيفي أنا عندي أكثر من فيديو كيف نبني الثقة في أبنائنا ممكن تتابعون هذه الفيديوهات تستفيدون منها